من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار المفوضية الأوروبية بالإفراج الوشيك عن 50 مليون يورو للأنوروة حسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش وقال دوجاريك أن القرار يأتي في وقت حرج وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا المبلغ جزء من المساعدات التي تبلغ 82 مليون يورو التي ستقدمها المفوضية الأوروبية عبر الأنوروة هذا العام وتابع دوجاريك أن جوتيريش يأمل بشدة في أن يحذر المانحون الدوليون حذوى المفوضية الأوروبية في توفير الدعم للأنوروة